اه كل عاموا من طيبين كده الحمد لله وصلنا عندنا الاخر درس ما قد نترك في منهج ان اكلم فيه عن الوراثة الجزائية شوية كلام نظر كده مع شوية حاجات من اللي احد اخدناها في الحصة اللي فاتت نختم بها المناج بدعنا ان شاء الله ونتمنى ان شاء الله تكونوا عند حس نظرنا لما نيجي الراجع ونشوف بقى الاسئلة ونشوف الحل بتاعكم ما يبقى عامل ايه نتمنى نشوف الدرجة الكملة ان شاء الله نجي مع بعض عندنا يا شباب بالنسبة للوراثة الجزائية في البداية هنا جاي بيتكلم لها عندي عن الديني واكتشاف الديني فابقول ان احنا كنا احنا سمعنا قبل كده ان في واحدة اسمها فرانكلين واحد اسمه واتسون وكريك ومجمع من العلماء كان قبل منهم جيريفسو وكان افري وآه هرشي واتشيز كل دول مجمع من العلماء كان الهدف بتعمل اساسي معرفة الديني ايه ومعرفة تركيب الديني ايه فابقولي من خلال تجارب كانوا في البداية عندنا فيه اخطاء واقعوا فيها لكن بمرور الوقت قدروا بيحلوا الاخطاء لحد ما في النهاية وصلوا عندنا لاكتشاف الديني ان الديني عندنا على شكل لو لو على زنية او الشرط المزدوجة من خلال الدراسات بتاعتهم وتقدم العلم بمرور الوقت وزهور الاجهزة التكنولوجية والكمبيوتر اه الفائق كل ده عندنا اه ساهم ان احنا نفهم الديني بشكل اوضح ومن هنا نشع عندنا مشروع اسمه مشروع الجينوم البشرين مشروع اسمه مشروع الجينوم البشرين المشروع ده يا شباب في البداية كده جاي بقول لي يعني ايه جينوم بقول لي كل المحتوى الجيني الموجود بداخل الخلية وتعرف ده جالنا قبل كده في درس ماشي كل المحتوى الجيني الموجود بداخل الخلية البشرية ويشمل عشرة الالاف من الجينات احنا عندنا وصلنا ان عدل الجينات اللي موجودة في الخلية تلاتين الف جين العدل الجينات المعروفة حتى الان تلاتين الف جين الموجودين عندي فبقول الجينوم مجموعة الجينات اللي موجودة في نواة الخلية. او كامل المادة الروسية الموجودة بداخل الخلية من الحمض الريبوزي ما وكوسي الاكسجين. يقصد ايه ما يقصد الاكسجيني اسلام? هل يقصد الدي ايه ام الار امي? يقصد الدي ايه. يقصد الدي ايه. تمام. قال لي بعد كده عندنا حاول ان هو يعدي التابعات بتعدي ايه ويعرفوها طبعا الكلام ده كان فيه تعاون ما بين وكالة الطاقة الامريكية ومع الوكالة المعادة الوطنية الابريكية. كل دول بهدف ان هما يعرفوا الدي ايه البشري نظامه ايه. قليل عمل بتاعه ايه. المشروع كان مفترض ان هو يعود خمسشار سنة لكن خلص قبل المعادة بتاعه بطول سنتين. طيب بيجي يقول لي ايه السبب ان هو خلص باتري فبقولك بسبب تقدم تكنولوجي. كان حطين يعني الخطة بتاعتهم ان هو يخلص بعد خمسشار سنة بناء على التكنولوجيا اللي موجودة حاليا. لكن مع ظهور اجهزة تكنولوجية احدث. ده ساهم ان الوقت الزمني اللي استغرقه كان عندي ايه? اقصر. ده بالنسبة عن در المنضوع ده. طيب يعني المفترض كان ايه? ده هو بدء تسعين. طيب منضوف الخمسطاشر يبقى الفين وخمس هو خلص الفين وثلاثين. خلص ادي المعادة بتاعه بسنتين. المشروع كان ليه عدة اهداف. ايه الاهداف بتاعتنا? اول حاجة معارفة عدد الجينات. وانا قلت لكم قبل كده يا شباك وانا عدد الجينات عندي في تضارف الرقم في الكتاب. مرة عشرين الف. مرة خمسة عشرين الف. مرة تلاتين الف. فاحنا بناخد على ايه? اي رقم من التلاتة صح? وعلى رقم ما يعتبر افضل. فبول عدد الجينات يتراوح ما بين عشرين الى خمسة عشرين الف جين تقريبا. يعني الحد الان مفيش رقم سابط العدد الجينات. ادى اول هدف. تاني هدف. التعرف على تتابعات تلاتة مليارات زوج من القواعد النيتروجينية. شروط الدقنيل بتاعنا? عارفوا الحروف اللي موجود عليها الاي قبلها دي والسي قبلها جي على مستوى دي ايه اللي موجود بداخل الخلية. قد ايه? في كل الخلية تلاتة مليار زوج. تلاتة مليار زوج. احنا عندنا تلاتة مليار زوج من القواعد موجودين على شرقية دي ايه العلماء درسوهم وحددوهم. طيب تالت حاجة عندنا. خزينوا كل المعلومات اللي حصلوا عليها على قواعد بياناتي. يعني على الكمبيوتر. تمام? ومن خلال الكمبيوتر قال له الكمبيوتر اكتشف لنا. بالاساليب الاحصائية اللي انتم عارفينها ما كنت قلونه اخطاف الرياضيات. ان في اساليب احصائية ممكن يستخدموها ويستنتجوا من كل المعلومات اللي موجودة ديت عندي بيانات يمكن استخدامها. فخزينوا الكلام ده على قواعد البيانات. ومنها قدروا يطوروا الادوات اللازمة لتحليل هذه البيانات. وطلعوا منها بالنتائج المختلفة. طيب في باندي جايب يقول لدراسة القضايا الاخلاقية والقانونية والاجتماعية الناشئة على المشروع. مشروع الجين والبشر ده افاد كثير من العالم. مثلا من ضمن الحاجات عارفنا فصلة الدم على اي كروموسوم. عارفنا الامراض اللي احنا كنا بنحل علىها المسائل في الحصة اللي فاتت على اي كروموسوم. فبالتالي بقى في عندي امكانية ان انا اقدر احدد موضع الخلل فيه. لقي الطفل نازل معاقع عند اي مشكلة اقدر عارف ايه الجين بتاع المشكلة فيها. طيب قضايا اخلاقية وقانونية انا عندي ممكن واحدة مثلا تكون اه حدث لها اختصار. او واحد اتزوج واحدة تمام او عدد زواج حصل حاجة مش مزبوطة ما بينهم اصبحت حامل. فممكن تيجي تشتكي. الشبس ده ابو لبطن. تمام? دحك علي او حصل كزا كزا. وبنان عليه انا حامل من الشخص ده. فاصبح عندي فيه قانون حاليا فيه قضية موجودة. اللي هيفصل فيها مشروع الجينو. هو اللي يحدد فعلا هل بيبي اللي ببطنة ده فعلا لابنه ولا مش ابنه. ما ممكن تكون الستة دية مثلا لها علاقات متعددة. وبالتالي تعرف اكثر من شخص فبالتالي حصل اختلاط. ما احناش عاركين للطفل ده ابن مين? فهي حبة تلزقه في اي حد زي ما احنا بنقول. فبالتالي من خلال الفحص نقدر نتأكد فعلا ازا كان ابنه او لا. تمام? وهكذا الكثير من القضايا واحد اتجوز واحدة ما حصلش اتفاق ما بينهم بعض الشهر طلق. قعدت سنة وجات له بعيج على اديه. ده ابنك. انت يعني انت عدة سنة حامل. وولدتي. وبعد ما ولدتي جات قولي لي ده ابنك. ده ازواد ده معرفش عنه حاجة. ادي ان ايه هو ده يقدر يزبط فما شور الجينما عندنا فدنا في الموضوع ده. نقدر نشوف التتابعات بتعني ايه كويتدات. اللي الايه والتيه والسيه والجيه عند البيبي. هل يا طرح تمطبك عند الاب وين? يعني واخد من الاب واخد من الام ايه منطبك عند الاتنين? خلاص ابنك يا حاجة. تمام? لا ما طلاش فيه اختلاف فيه تضارب موجود. تمام? بنسبة معينة ايه في الحالة دي الولد ده مستحيل يكون ابنك. فكل ده عندي قضايا اخلاقية وقنونية. وقت معي نشأت عن مشروع الجينما البشري. لان زمان كانوا بيعتمدوا عندي على فصلة الدم. وفصلة الدم كانت ممكن تنفيه لك ما تثبتش. يعني فصلة الدم احنا عنفين ان فيه اربع فصائل فيه ايه في بي وفي ايه بي في او. فكان ممكن يجيه مسلا نقول لك والله الاب لو كان فصلته او والام او مستحيل الود يطلع ايه? مستحيل الود يطلع بيه? مستحيل الود يطلع بيه? مستحيل الود يطلع بيه? فكنا ننفي نقول الودة مستحيل يكون ابنك بس مش في جميع احوال بيكون نتيجة صدقة معي. يعني ممكن يكون عندي الاب جيناته موجودة وفي احتمالية ان الودة يكون ابنه او لأ. ما قدرش اثبتها. تمام? فبالتالي ما كانش مصدر صدقه. لحد ما ظهر قدي ايه? فاصبح التحليل الموطر بيه عالميا في اثبات او نفي ماسب اي شخص لشخص اخر. نيجي بقى ارضه من ضمن الاهداف. قال لي خلاص كل اللي ده عرفنا خلاص عرضنا ماشي. نيجي بقى عندنا من ضمن التقنيات اللي استخدموها. في تقنية اسمها تقنية اطلاق الزنات. التقنية اسمها تقنية اطلاق الزنات. التقنية دي كان بتعتمد على ايه? قال لي هنجيب الكرموسون. ونستخدم عليه مجموعة من الانزيمات هتقطع للشريط بتاعدينيه الى قطع صغيرة بشكل عشوائي. هتقطع للشريط الدي انيه الى قطع صغيرة وبشكل ايه? عشوائي. طيب وبعدين قال لي نهم جايبين بقى مدخلين القطع دي على الكمبيوتر. فالكمبيوتر هي رطة تابعات جي سي جي سي سي اي تي سي اي جي تي. كراءة. الشريط التاني الشريط التالت. وهيكتشف عندي ان في مناطق متكررة. يعني مثلا وليكن. التلاتة الاول هنا. فاول الشريط هنا موجودين في نهاية الشريط ده. فيقوم شاطوا بواحد منهم. نفس الوضع للي بعده. الاربع حروف دول متكررين هنا. فنشطوا بواحد منهم. ونعمل حاجة اسمها تتابع النهائش. يبقى احنا دلوقت عندنا جيبنات كرمسوم. اضطعناها لقطع بشكل عشوائي. الكطع دي بقى لها اطراف لها تتابعات. من خلال الكمبيوتر قدر يقدر يعرف التتابعات اللي موجودة. ويشتب لك التتابعات اللي فيها تكرار. وفي الاخر وصلنا لتتابع النهائي اللي موجود عندنا. تسمينا التقنية دي اسمها تتابع اطلاق الزنات. تتابع اطلاق الزنات. طيب. اللي يستخدم الكمبيوتر لتحديد المناطق المتدخلة. اللي هي عند الحروف المتكادرة. اربعة متقربة هنا واربعة هنا فحزفنا واحد. تلاتة هنا وتلاتة هنا حزفنا التلاتة. وترتيب هذه القطعة للوصول الى تتابع النهائي. وركتبنا القطعة بتاعتنا لحد ما وصلنا الاخر تتابع عندنا. طيب. النتائج بتاعتها هيطرة استفادة منها في ايه? قال لي مثلا بكتيريا الشرشيا كولاي. اعرفنا انه عندها كل الارقام دي من زوج من القواعد. هل مطلوب من احفظ الارقام دي? ما تحفظوش. فيش حد يحفظها الرقم دي قولها هي تساءل فيه. قال بالاختبار يقولها كان البكتيريا كان عندها كم زوج من اكلتدات. تمام? لكن مثلا زبابة الدروسفيلة لقوا ان فيها اربعتاشر الف جين. اه الرقم ده سهل معنا. ما فيش مشكلة فيه. الانسان مثلا لقوا ان عنده اقل من تلاتين الف جين. اللي احنا قلنا عليهم قبل كده ان هم عشرين او خمسة وعشرين. تفهم كده? يبقى انا عند في الدرس ده هلاقي التلات ارقام موجودين. فمن هنا انا عرفت ان زبابة الفاكهة عدد الجينات اللي عندها اربعتاشر الف بس. عرفت ان عند الانسان عدد الجينات الموجود عنده اقل من تلاتين الف جين. ده بالنسبة عندنا للتقنية الاولى. فيها مشكلة يا شباب? التقنية الاولى فيها ايه اصابة? اه طيب. نيجي بقى مع بعض عندنا بالنسبة ليه النقطة التامية. اليمين تقنية اطار الكراءة المفتوخة. لو انتم متذكرين عندنا بالنسبة لما كنا بنتكلم في البكتيريا وما كنا بقول محتاجين تلات انزيمات هاضمة عشان تهضم سكر اللاكتوز. وان احنا شفنا قبل منها الرسمة بتعالجين. وقلنا ان احنا عندنا في موقع تنظيمي. في محفز هيرتوب بانزيم بالمرة. وفي شفرة هنستخدمها ونسمع منها الانزيمات وفي انها هي عندك دون التوقف. فجاي بقول لها عندنا هو. ادى تتابع موجود على شرط الدنيا. هلا عند الجزء الاولان ده المحفز. ده المفروض كان فيه صندوق تاتا تي اي تي اي في الجزء ده. تمام? طيب بعد منه ابدأ عملية النسخ. التتابع ده معناها ابدأ النسخ. التتابع ده معناها انهي عملية النسخ. طب اللي في النص دول اه دول اللي كان الجين اللي نسخناه. يعني ده كده التتابعات اللي انتم شايفينها قدامكم دي. مجموعة حروف. من خلال اخدنا خليها من اسلام. ونقول له ما جمعش فحصمنا الجين الفلاني. فمن خلال فحصم طلعوا لي التتابع اللي موجود قبل الجين اللي بنسمي المحفز اللي يرتبط بانزيم بالمرة. وهنبدأ من اول فين? هننسخ من اول هنا. وهننته فين? هننته هنا. والجزء اللي هيتنسخ كل الحروف اللي في النص عند دي هي اللي هتتنسخ. هنستخدمها عندي. وبعد كده ناخدها هو نترجمها ونطلع منها البروتين بتاعها. طبعا كان في الجزء ده حاجة اسمها الاكسن والانترون. يا بسمالة. مين كان اللي بيترجم في الاتنين? هل الاكسن ولا الانترون? اللي هي اللي تترجم? مم. الاكسن. اي الاكسن. تمام كده برافو عليك. طيب تعالوا نشوف مع بعض. قد تكنية اقترار القرار المسطوح. عبارة عن سلسلة قواعد حمض الديني اللي هي الحروف اللي موجودة عندنا. والتي يمكن ان تشاكل جزءا من عملية تتابع الام ارني ما احنا هنننسخ منها الام ارني. المسؤول عن تشفيق بروتين معين. احنا بعد ما ننسخ الام ارني هنعمله عملية ترجمة ونصنع منه بروتين. يبقى دي الفكرة دي بتوضح لي احنا كنا نعمل بتاعنا. طيب. قال لي عرفنا منها الاكسونات اللي هتتشفر لبروتين? وعرفنا منها الانترونات التي لا تشفر الى بروتين فتشزب. كان اسمها ايه حج? حج اسلام? الاجزاء التي لا تشفر او لا تترجم. الانترونات? الانترونات تمام. قال لي لما عرفنا الاتنين كده قدرنا نعرف الطول الحقيقي ليل جيم بتاعنا. يعني ايه الحتية دي? يعني مسلا انا عندي ده الجيم بتاعنا اللي احنا نسخناها. عبارة عن بقولي لما احنا عملنا عملية تتسزيب اخزينا الانترونات الانترو فنص ده والانترو فنص ده تم ازالتنا. فبالتالي اجا بصلا ان طول الجين بتاعي لما ازيل الانترونات. اصبح عندي الاجزاء كلها عبارة عن اكسينات. هل كده طول زاد معين? ا whites? طول ل Black. اه ده طول الحقيقي لالجين بتاعنا. الاول الجين كان في اجزاء مش مهمة. لما انا حزفت الاجزاء الغير هامة. فاصبح عندي الاجزاء اللي موجودة لها الاكسيونات فقط اللي هي الاجزاء المهمة لانا محتاجة. فبينسم نسمي الجزء ده كده اللي هو الطول الحقيقي للجين انا عرفتها طول الحقيقي عندي للجين خب وبالتالي عرفنا الطول الحقيقي والكامل للجين عرفنا الطول الحقيقي والكامل للجين ده بالنسبة عندنا للجزئية ديا الشغير في اي صعوبة فيها بالنسبة لتقنية اطار الكرار المفتوح? لا. تبقى يبقى تقنية اطار القراءة المفتوح هنلاقيه بكلام من اللي احنا عرفناه قبل كده اللي هو الاكسونات والانترونات ونعمل عملية تنزيب ونزيل الانترو ونربط وبالتالي لما نربطها او نزيل الانترونات يبقى انا كده عرفت الطول الحقيقي والكامل للجين اللي موجود عندنا. طيب ده بالنسبة عندنا يا شباب للجزئة دي. نيجي بعد كده يا شباب عندنا من ضمن الحاجات اللي قدرنا نحددها كمان. قدرنا نعرف اللي هو موقع البدء. وعرفنا نحدد برضو موقع الاقاف اللي هو الجزء اللي عندها نقف فيه. قدرنا نحدد المحفز. كل ده عندنا قدرنا نفهم منه معلومات عن عن السمات الاساسية للحياة. فهمنا منه تركيب الجينات الاساسية عندنا. قدرنا نطور ادوية. وهي طرق لمعالجة الامراض لما عرف ان الخلل مسلا زي بنال كتنوريا. عرفت ان الخلل كان عندي في الانزيم الفلاني. طب الانزيم ده كان وظيفته ايه? والله كان انزيم ده بيحطم الفلاني الانين عشان نحصل منه على الطاقة. طب الانزيم ده حاليا مش موجود. طب الحل ايه? اه بدأنا نحرف ان الحل بتاعنا ان احنا نديله تغذية خاصة. نمنع عنه الفلاني الانين في الطعام. البلغ المميت. اه ده مادة اسمها جنجيلوسادي. طب مادة دهنية. لها انزيم اسمه هيكسس سماني ديز بيحطمها. انت بالهكسس سماني ديز بيفرش او بفرس في سورة غير نشطة. او في مشكلة في النشط بتاعه. يبقى في الحال ده انا ممكن اجيب بديل. تفهم كده? يبقى انا دلوقتي او ان انا امنع تناول الاطعمة اه اللي احنا محتاجينها للموضوع ده. وهكس. فمن خلال فهمنا ليه الجينات والمشاكل اللي تحصل فيها. يزينا نطور الادوية جديدة ويزينا نعالج الامراض ونفهم ازاي الجينات بتعامل معنا بالطريقة ده. ده النقطة اللي بعد مناها وهي الفحص الجيني. عايزين نفحص الجيني يعني. قلم الجينات بالفحص الجينات وخاصة مسلا بالاطفال اللي هما لسه بوطن الامة او الاطفال حديث الولادة. ممكن قدر حدد يطر الطفل ده عنده اي مرض وراس او لا. تمام? مسلا كان مسهل مرض التلايفي الحويصل. كان مرض التلايفي الحويصلية بس ملا. كان ايه مشكلة فيه? فكرة اللي قلناها الحصة الفابدة? طفرة آآ نقص. طفرة. نقص. نقص ادي ايه? نقص آآ تلات قواعد. تلات قواعد نيتروجينية او تلات نكوش دات او كدوم كامل. تمام كده? فبالتالي نقص عندي حاجة اسمها البناء القلنين. ولما نقص عندي البناء القلنين ادي انا عندي بروتين غير سلين وبالتالي غير قدر على مرور اينات القلور مما قدى لتركه من الخط. طب انا اكتشفت الموضوع ده من البداية فرصة العلاج عندي هتبقى افضل. تمام كده? عارفت ان الطفل ده عنده المشكلة دي فبالتالي ابدأ العلاج معه من بدري. فبالتالي حتى التراكم والمخاط ابدأ ان اتفعداه. تمام? ممكن فيه تقنيات تانية بعد كده حاجة اسمها علاج جيني. ان احنا نعالج بعض الامراض دي من خلال الجينات بس دي هفجي معنا بعدها. فجايب يسمح الفحص الجيني اللي بالتأكيد. بيتأكد من احتمال انجاب اطفال مصابين بامراض جينية. الجيني المسؤول عن مرض التلايف الحواصلي له تتابعات محددة زي ما احنا عرفناها. قاد يحدث استغيرات بدرجة طفيفة. يعني احنا شفنا عندنا تلع حروب بس اللي اختفهم. مرض الانيميا المنجلية. حرف واحد بس اللي حصل في استبدال. قال لي قد سمحت تلك تطورات للاختبارات الوراسية لمعرفة عزيل اختلافات بين الجين السليم والجين الغير السليم. شفنا عندنا في الانيميا المنجلية كانت فرق ما بين الاتنين حرف واحد استبدال. شفنا فرق ما عندنا في التلايف الحواصلي ان ترت حروف يختفضوا فبالتالي قدرت اعرف ايه الفرق التفاف رغم يعني عندي الاف من ان داخل الدات موجودة بس يختفى عندي ترت حروف دول ي发وروا معني. طيب احيانا ما تستخدم مصبارات حمضة الانية مشعة. لكشف تتابعات معينة موجودة في الجين المسبب الامراض. تاني احيانا ما تستخدم مصبارات حمضة دibenية مشعة لكشف تتابعات معينة موجودة في مسبب الامراض. تمام? طيب ايه المزبار المشاع ده يا شباب? المزبار المشاع عبارة عن قطعة ديني اه اقدر اكتشفها بالاجهزة التكنولوجية في اجهزة خاصة تقدر تكتشف الاشعار. انا هسمع الشروط دينيه مشاع. وحطه مع الدينيه الطبيعي. تمام? وارفع الحرارة لدرجة معينة. الشروطين الدينيه ينفصل عن بعض. القطعة المشاعة هتقوم راحها مرتبطة مع التتابع اللي يمشي معاها. اللي ينفع يرتبط معاها. لو ارتبطت لليه يبقى الجن موجود ولا غير موجود? او التتابع اللي انا بضور عليه موجود ولا غير موجود? رأيكو يا شباب? موجود عند انا كانت طم وانتvre جين ايه موجود اللي انا بضور عليه. طب لو ما فيش ارتباط او لم يتم الارتباط يبقى الجين في غير موجود. وهنشوف الكلام دا مع بعض. تمام? اللي نستخدم انزيمات زي انزيمات التقطعة ممكن تقطع لنا الاشرطة بتاعتنيه ونعرف الاطوال بتاع الجينات سواء الجين السليم او الجين غير سليم. كل دي تقنيات استخدمناها تمام بهدف معرفة مواقع الجينات ومعرفة المشاكل الممكن تحسر عندي. طيب من ضمن التقنيات الموجودة عندي التشخيص قبل الولادة واحدة حامل وعندها شك ان البيبل البطناء عنده مشكلة. واحدة حامل وعندها شك ان البيبل البطناء في مشكلة. تمام كده? او حتى لو ما فيش مشكلة هي سنها كبير مسلا الام. سنها مسلا وصل لسن الاربعين. وعايزين نتطمن هل يطر الام دي عندها? البيبي اللي في بطنها. بيبي سليم ولا في مشكلة? بينما عندنا يا شباب. هنلاحز انهم اجوم في البطن بتاع الام. وامجايب ابرة. وامحقينها في قلب بطن الام. وبياخد عينها من السائل اللي حوالين البيبي. لان كل السائل ده. بما في البيبي. بالحبل السوري يقول ده اصلا خلايا جنين ايه? فيها خلايا من جنة ايه? الجنين. فانا لما اخد عينة من السائل اللي حوالين الجنين هيجي فيه خلايا من جسم الجنين. افحص الخلايا دي. بيدي اني اه ده ارعر في البيبي ده عنده مشاكل وراسية او ده. عنده اي مرض وراسي او لا. من خلال عينة من السائل اللي انا اخدته من حوالين الجنين. طبعا عندنا جهاز الموجود في الصوتية اللي هو السمار اللي بنشوفه دايما في بتاع المسلسلات والافلام ان هو بيفحص بطن الام ويشوف يطرفها بيبي او لا او البيبي النظام ايه? فده عندنا الجهاز الفحصي دي بالموجود في الصوتية اللي هو الصناعة. طبعا بعمل عشان يبقى شايف الابرة راحة فيه? مسلا ما يجيش يغبط الجنين في جزء حيوي او بتاع او يضر او ممكن تجي الخطة في الدماغ. فبتأكد ايه من دخول الابرة في مكان ما يكونش فيه ازل الجنين بتاعنا. التقنية باعتنا بنسميها فحص السائل الامنيوني او الامنيوسي. تمام كده? اكرروا لنا كده يا اسلام? من الاول لا يقتصر? لا يقتصر اه. لا يقتصر اجراء الفحص الجيني على الافراد البالغين او المقبلين على الزواج. التقنيات الحديثة سمحت ايضا باجراء اختبارات عدة للاجنة. مثل فحص السائل الامنيوني. او فحص خلايا من الانسجة المشيمية لاعداد نمط النووي ودراساته. او لاجراء فحص حمد الدياني الجنين قبل الولادة للتأكد من عدم وجود تشوهات كروموسيومية كمترازم الدون. ويسمى مجموع تلك التقنيات بالتشخيص قبل الولادة. وهو يسمح باكتشاف الامراض مبكرا ما يساعد احيانا على ايجاد العلاج السريع لها مثل حالة الفيني الكوتينوري. تمام الله ينعر عليك. يبقى احنا كده من خلال التقنية اللي عملناها لما ناخد عينة من خلايا بتاع البيبي اللي موجود في بطن الامة او الجنين. ونعمل لها فحص جيني هيبان معانا ازا كان الطفل ده عنده مشكلة مثلا زي بان الكوتينوريا اللي كان عنده نقص في الانزيم بتاع الفينيل النيل هيجيوركسليز ما هو ايش موجود. اه فبالتالي اقدر اكتشف المشكلة دي من البداية وبالتالي اول ما الطفل ينزل امنعه من شرب الابنة للام وبالتالي بنا اخذ معاه تقنيات غزائية او اساليب غزائية محددة بهدف انه ما يظهرش عليه اي اعراض مرضية من اللي احنا انتفقنا علىها قبل كده. تمام? ده برضو من ضمن الحاجات اللي بتشيدنا في الفحص الديني. قال لي اللي هو فحص السائل الامنيوني. تمام? اللي هو السائل اللي حاضين الجينين. تمام? ده انتم تذكرين عندنا بنسميه غشاء الامنيوني. تمام كده? فبنتهما السائل الجواس مسسائل الامنيوني او السائل الامنيوسي. طيب دول يدخل الطبيب حقنا داخل الكيس داخل داخل الكيس عبر جدار بطن الام. سحب عينا من السائل ومنه هيقدر يفحص خلية منهم. من كل الحاجة اخدناها في عشر اللي كنا بنسميها النمط النووي. النمط النووي كنا بناخد النواة ونزبغل مادة الوراسية. ونحط على مادة اسماء الهيبارين لمنع التخصر لو انا كنت باخد عيين الدم لكن احنا واخدنا عينا جانينية على طول مباشرة فاش محتاجين مادة للمنع التخصر. فنستخدم مادة اسماء كل شيسين عشان توقف للانقسام كل الكلام ده كنا احنا اخدنا ايه في عشر بس طبعا الزاكرة مضروبة. فبالتالي مش هتستقلوا في الجزئة. طيب ها نيجي بقى عندنا بالنسبة لسجيل الناسب اللي موجود قدام مننا. يا بسملة ده ايه? ماذا يعبر الشكل اتنين في الجيل الاول? اه امرأة سليمة. امرأة سليمة تمام حاجة اسلام اربع في الجيل التاني. اربع في الجيل التاني ذكر مصابق. تمام. يا حاجة بسملة. ايوه. الجيل سالس. ده يعني غير محدد الجنس. غير محدد الجنس. يعني بيبي باطن امه مسلا. ماشي بس هو ما جيحط ليش البي هنا جوه اللي هنا. فهو اعمل الاحتمال ان في بيبي جاي في الطريق ان شاء الله بس ولد او بنت محناش عارفين فهيعمل لي الشكل المعين بتاعه. تمام كده? طيب. وده عندنا ذكر سليم. انسة سليمة. انسة سليمة. ذكر سليم. ده سجيل الناسب الاسرة معينة. الاسرة دي حصل كزوجة بينهم دي مرض ما. فعايزين يشوفوا يا تارى في احتمالية الجنين يطلع عنده المرض او لا. فاستخدموا تقنية المزبارات المشعة. تقنية المزبار المشعة. تمام? وعايزين يشوفوا يا تارى هل البيبي اللي ما يمكن يجدها يكون عنده المرض او لا. فمن خلال الفحص بتاع دي ان ايه عمل التقنية اللي انت شايفينها كده? اللي هي المزبارات المشعة بالشكل اللي قدام منك دي. طيب. ايه الفرق بينهم يا شباب. ان هو عمل عند المزبارين. ماشي? اسمه دي اكس تلتاشر. مزبار دي اكس تلتاشر ام جاي المزبار عندي لازق في الجزء ده كده. ولازق في الجزء المتبكع عندي هنا. وسبح حتة في النص. قال لي لو هو اتلازق على شكل جزئين منفصلين جزء منهم متين وتمانين وجزء تلتمية يبقى في الحالة دي اتي الجين بتاعنا سابين. لكن لو الاتنين تلازقوا مع بعض بشكل مباشر. يعني في جزء في النص ما هوش موجود. والمزبار عندي يطلع بشكل سليم. يبقى الجين عندي في مشكلة. مفهوم الرسمة دي يا شباب او اللي حاول اعملكوا لها حاجة تقدر تفهمها بيها? نقولها تاني كده. بدون لي يا شباب. بيقول بنيستخدم تقنية اسمها تقنية المزبارات المشعة. ايه المزبارات المشعة? بيصنع قطع من الدقنية المشعة. طيب ايه الهدف من الدقنية المشعة? عشان يقدر من خلال الكمبيوتر الكمبيوتر يتتبع الاشعاع. الكمبيوتر يمشي عندي ويشوف يطار الاشعاع موجود في اي شريط من الدقنية في اي جزء في اي موقع. مجرد ما يلاقي الاشعاع يقيس طوله. فهنيجي مسلا الجهاز اللي بقيس الاشعاع هنا ام جاي ماشى عندي فلاقي جزء مشاعق فلو تلتمت قاعد ايه زوج من القواعد. رجع بعد منها مشى معانا قاس عندنا ماتين وتمانين زوج من القواعد. البيبي دة يعني زوج من القواعد نيتروجيني. طيب كده زوج من القواعد نيتروجيني. فالآس مرة تلتمية وآس بعد منها مرة امتين وتمانين. فقالي لو احنا لقينا الجينين او المزبرين مفصلين عندنا عن بعض يعني في مسافة ما بينهم يبقى ده كان جين سليم او قليل سليم. لكن لما جينا في المرة تانية لاحز ان انا عندي من البداية للنهاية قطعة واحدة يبقى في فاصل النص ولا ما فيش? ما فيش فاصل. ما فيش فاصل. طيب تعالوا اشبهها لكم حاجة تانية. احنا لسه ايلي من شوية تلاية في الحغوصة اللي فاكرينه? اه. كان عندي نقص كم نيكلوتيدي? تلاتة. تلاتة. التلاتة اللي في النص ما هو مش موجودين. لو مش موجودين هلاقي القطعة اللي موجودة عندي هنا والقطعة اللي عند هنا الاتنين بقوا ملتحمين قطعة واحدة. المصبر اللي هنا والمصبر اللي هنا او الكطعة اللي طولها امتن وتمانين والكتعة اللي انا طولها تلتمية. الاتنين التحموا مع بعض بقى كتعة واحدة. لكن لو التلاتة موجودين هل هي يلتحموا ولا يبقى فيه فصل في النصر? اه دي التقنية اللي احنا نقول عليها لحد تاتي. اللي المزبارات المشاعة. ففي الجزء اللي فوق هنا. انا كنت بدور مسلا وليكن على جين التلات نيكولتاد بتوقع ايه? اه الفنيل. تمام? هل يا طرق موجودين ولا مش موجودين? فلما عملنا المزبارات المشاعة قال ليه جاب للجزء اللي قبلها وجزء اللي بعدها. فبالتالي معناها ان فيه مسافة في النص. يبقى انا كده عارفت ان اللي بتاعنا كان قبل سليم. لكن لما جينا في المرة التانية عملنا المزبار المشاعة بتاعنا. تمام? اكتشفنا ان المزبار بتاعنا التحم فاصبح قطعة واحدة. لما جاي اس للكمبيوتر الطول بتاعه اسهولي من اوله لنهايته بدون اي فواصل ما قاليش ان فيه فاصل في النص اخدوا كل قطعة واحدة. فبيننا اكتشفت ان الجين بتاعنا جين غير سليم. بالنسبة للعيلة اللي موجودة قدامنا هنا يا شباب. اللي هو السجيل النسب لو انتم فاتحينه قدام منكم. هتلاحظوا عندنا السجيل. بيقولي لو لقينا خمسمائة وتمانين. تمام يبقى الشخص ده سليم. لو لقينا امتين اه لو لقينا خمسمائة وتمانين يبقى الشخص ده غير سليم. فنجي في الجيل التاني رقم واحد. شايفين الجيل التاني رقم واحد? عندكم في سجيل النسب في الكتاب? كتاب قدامكم? اه. ثانية واحدة. ايوة وانت سليم. اجيبه هنا بس. اجيب الرسمة معي هنا عشان تبقى مرارة. جاي بقولي اهو. زي ما انتم شايفين كده يا شباب. بقولي احنا عملنا فحص مسلا دي اه الجيل التاني رقم واحد. الجيل التاني رقم واحد اه يعني عمل فحص للام. لما فحص الام اكتشف ان عندها خمسمائة وتمانين. وعندها كمان متن وتمانين. يبقى عندها كده جين سليم وجين بايز. الجين السليم اللي هو كام متن وتمانين ولا خمسمائة وتمانين? اقول لخمسمائة وتمانين. السليم ايه? او تلتمية. ده او ده. تمام كده? طيب اكتشف ان عندها المتن وتمانين. يبقى سليم ولا غير سليم? سليم. اكتشف كمان خمسمائة وتمانين موجود كمان الجين التاني. يبقى الام دي يتقدر على سليمة? ولا قول حاملة للجين? حاملة. طلقت عندي ايه كبتا الاسمول. عندها الجين بتاعها. يعني عندها جين للمرة. طيب نيجي مع بعض وليكن الجيل التاني رقم اتنين اللي هو مين هنا في الشكل? آآ الاب. الاب تمام اللي هو الاخ ده لما فحصناه. هل لينا عنده خمسمائة وتمانين? لا. لا. لينا عنده ايه? المتين وتمانين. المتين وتمانين. آه يبقى سليم ولا مصاب? سليم. سليم. تمام? طيب الساز هو هنا جايب لي واحد بس ما جايب ليش التاني ليه? لان المرض اللي بدرسه عندنا هنا مرض ناس في الدم. وهم مرض ناس في الدم عندنا يا شباب موجود على ايه كروموسوم? على الكروموسوم. اكس. فبالتالي الزاكر عنده كم واحد? واحد. واحدة. تمام? كده? آآ يبقى المسألة دي للمجح اللي اقول لي والله الانسة بتاعته اكس اكس. والذكر اكس واي. واقول لي الانسة بتاعتي اكس اكس. عندها جين سليم. وجين بايس. تمام؟ يبقى واحد ان وواحد دي. طب هو بالنسبة للذكر نحطره ان ولا دي يا اسلام? الزكر نحطره ان. ان. عشان عند الجين بتوسريه. طيب جاء بيقول لي اه رقم اتنين في الجيل الرابع. اتنين ولا اربعة في الجيل التاني. اربعة في الجيل التاني. مين اربعة في الجيل التاني? الزكر مصاب. زكر مصاب. طب ليه زكر مصاب? ها? لانه هنا. عند كم? خمسمية وتمانين. اه. خمسمية وتمانين. نعمل له الرمز بطاقة ايه باسمالة? اكس اا دي واي. برافو عليك. طيب نيجي بقى للجنين. هو بقى عمل التقنية بتاعتليه فحص الجنين. الجنين. وخد عينة من السائل الامنيون لحولين الجنين. فلما خد الخليج وفحصها اكتشف عندنا كام جين? جين واحد ولا اتنين? واحد. واحد. يعني هيتل اطلع زكر ولا انسة? انسة. اطلع زكر. زكر لان عنده واحد. احنا عندنا في الحالة الاولى هنا ادنى اتنين ايه لان هيكت انسة? لكن المرة دي عنده واحد بس. يبقى الجنين اللي طالع عرفت ان هو زكر ده اول حاجة. تمام? لان ما ظهرش عندي اللاجين واحد يعني معناها عنده اكس واحدة بس. طيب. يا طرح الاكس اللي موجودة عنده. هل عليها المزبر السليم ولا المزبر اللي فيه مشكلة? السليم. 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 ولا مصاب? سليم. سليم. نعيدها تانية على السريع. تمام? عشان نفهم ايه العملية واحدة واحدة. احنا شبهنا من شوية على الترايف الحوايصلي حتة الجزئية دي عشان نقدر نفهمها. يعني ايه الفرق ما بين ميتان وتمانين وتلتمية كل واحدة منهم لوحدها. وخمسمائة وتمانين قطعة واحدة. فقلت لك ان احنا عندنا التشبيه بتاعها زي مرض الترايف الحوايصلي عارفت ان عندي تلات حروف نقصين في النص. فاحنا عملنا مصبرين مصبر ميتان وتمانين ومصبر تلتمية اسمه دي ايكس تلتاشر. حطنا مصبرين. لو ارتبطوا منفصلين عن بعض يعني انا عندي التلات حروف اللي في النص دعاية او موجودين. تمام? لكن لو التحموا عندي وكانوا كقطعة واحدة من اولة لاخرها خمسمائة وتمانين يبقى انا عندي كله موجود مع عدد التلات جينات اللي في النص مش موجودين مختفيين. فليزا? اصبح المصبر كأنه قطعة واحدة. مين اللي بيقدر ش في الكلام ده? الكمبيوتر عندي. الكمبيوتر عندي ليه التقنية? انه يقدر يتتبع المصبر من بدايته لنهاية ويقسل الطول. فهو الكمبيوتر قاعد يحسب لي. او المجر الالكتروني قاعد يصور ويحسب في نفس الوقت. فمشي يعد لزواجة. ماشي اي وتي وسي و جي يعدهم كم واحد لقاتل تمامية. ولقى في فاصل. رجع عدد بعد بناء لقى امتين وتمانين. تمام? اه فقال لي والله انت عندك كطعتين. كطعة كلتمية وكطعة بمتين وتمانين. طيب لما جينا في الجين اللي في مشكلة وجاي اسهولي ام بدأ يقس من اوله. فضل يعد بشكل مستمر بدون تواقف لحد ما وصل لخمسمية وتمانين. فمن هنا اكتشفت عندي ان الجين هنا كله ملحوم كطعة واحدة يعني معناها الفاصل اللي في النص ما هوش موجود. او الجين اللي في النص ما هوش موجود عندي. طيب. لو جينا بقى طبقنا الكلام ده في نسف الدم. طبقنا الكلام ده في نسف الدم. عندنا المسألة دي بيطبق العلاقة ازاي? بقوله والله العيلة ديتها عندها مرض نسف الدم. بس مظاهر على الابوين. يعني الاب والام الاتنين دول مظاهر عليهم المرض. بس يشكل ان ممكن الجنين يطلع مصاب ليه? اصوى والله خالي آآ خالي البيبي اللي هيجي مصاب بالمرض ده. في طرف احتمالية للبيبي ان هو يظهر عند المرض ولا لا? فقالك والله عملنا فحص لكل الاشخاص اللي موجودة. للذكر والانسة الاتنين دول. واحنا كده كده عارفين اربعة ان هو مصاب. تمام? فعايزين اعرف الجنين. طب التقنية ازاي? اللي والله قمنا جايين عندنا. فحصنا الام. فلما فحصناها اكتشفنا عندها الجنين. ليه جنين? لان احنا قلنا مرض ده مرتبط بالجنس يعني موجود على الكرموسيم الجنسي اكس. وهي عندها اكسين. اكتشفنا ان عندها اكس عالين بين وتمانين اه اللي هو بتاع القليل السادين. واكس تاني عليه الخمسمائة وتمانين بتاع القليل المصاب يبقى كده عندها الليل فهبقى هنستخدمنا اكس ان واكس دين. اده كده عارفنا نقوم. طيب نجي الرقم اتنين في الجيل التاني. اده اتنين في الجيل التاني. ده الذكر. اكتشفنا لما عملنا له فحص جيني. تمام? اكتشفنا انه عنده جين سليم. اللي هو المتين وتمانين. يبقى الزكر عندي اكس واي وهنحط على اكس بتاعتنا ان. تمام? الاخير كده كده معروف ذكر. اكس واي وهنحط له دي. من غير حتى ما عمله الفحص اللي قده مني هو معروف. تمام? وحتى لما عمله الفحص اكتشفنا فعل ان هو عنده المزبار خمسمائة وتمانين. طيب. نيجي بقى بالنسبة للبيبي. لما اخدنا السالة الامنيوسي او السالة الامنيوني من بطن الام. وحللناه. اكتشفنا ان الجانين بتاعنا عنده جين واحد. فبالتالي انا قدرت احدد الجنس بتاعه رقم واحد ان هو ذكر. ايه لعرفك ان هو ذكر? وجود كروموسوم واحد اكس الموجود عندي. طيب تاني حاجة عندي قدرت اعرف ان هو سليم. ازاي? ان انا عند المزبار اللي موجود عندي اللي هو المتين وتمانين. ممكن متين وتمانين. ممكن تلتمين. ما فيش مشكلة. اهم حاجة ما يكونش الخمسمة وتمانين. تمام? لو عنده خمسمة وتمانين كنت هقول قليل غير سليم او عنده المشكلة. لكن موجود واحد اه من الاتنين دول او الاتنين موجودين مفصول عن بعض يبقى في الحالة دي الشخص السليم فمن هنا اكتشفت ان الجانين بتاعنا سليم ما فيش اي مشكلة. مفهومة كده فكرة المسألة دي عشان جاي في صفحة او اللي بتاعها الرسمة في صفحة فبعض الطلبة بتاعي بيتوه. في الربط ما بين المعلومة هنا وهنا. واضحة اسلام انت وبقى يا بسملة? اه طعام. امام. نيجي بقى عندنا النظر اللي موجود فيها. قال لي يوضح الشكل التلاتة تمانين. قال اللين السليم والغير السليم للجين المسؤول عن تكون المادة مخفرة للدم. اه اللي هو في عمارة الناس في الدم. وامان القطع اللي انزيم القطع. تمام? في عندنا انزيم قطع اللي هو انزيم اللي بقطع عند الاجزاء دي. تمام? واماكن المزبارات المشاعة دي اكس تلاتاشر. الازبار المشاعة عندنا اللي هو الجزء الاحمر اللي هو بقول له هلتسك عنده في الاجزاء دي. طيب كما يوضح نتائج الفصل الكهرابي اللي هلان لعدد من الافراد دي تقنية اللي هي استخدمناها بكده في فصل الدي ايه. طيب. قال لي هل اثبتت نتائج الاختبارات صحة شكوك الزوجين الزوجين كانوا شكين عندي ان الجانين هيطلع مصاب. هل النتائج اثبتت الشكوك بتاعتهم ولا نفت الشكوك? نفت الشكوك. نفت الشكوك. هما كانوا شكين ان ابنهم يطلع زي خاله. البيب اللي ببطنها يطلع عند مريض زي خاله. فخايف عليه. فلما عملت الفحص الحمد لله. النتائج بتاعتنا طلعت نتجة سلبية. وان الجانين بتاعنا تلقى الذكر وما عندوش اي مشاكل صحي. ها. اي مشاكل كده يا شباب. ده كده منهجنا. لو في اي حاجة صعبة انا موجود معك.